موسيقى سباح الخير سبعة أيام مرت على انفجار بانك لبنان والمهجر ولا تزال تردداته السياسية والمالية مستمرة وفي السياسة الأزمة على حالها حكوميا ورئاسيا على وقع تطورات الميدان السوري وما يمكن بدوره أن يرتبه من تداعيات لمواكبة مواضيع حلقة اليوم ضيفي في الاستوديو النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء رئيس التيار المستقل لواء عسام أبو جامرادولت سباح الخير أهلا وسهلا بك إذن الدولة والمعلقات يعني الأمور المعلقة رح نبدأ الحديث عنها من خلال كاريكاتور أرمو حمسي بجريدة النهار على حبل غسيل نشرت عليه كل الملفات المعلقة في لبنان من المكبات لسات جنة والإنترنت فقضية أمن الدولة والتعينات وصولا للرئاسي يعني كل هالملفات عم نشوف الكاريكاتور مضاف إليها أنون الانتخاب وأكيد هلأ ست جنة وأزمة المصارف لأنت بدأت تبقى الدولة معلقة دولة الرئيس ينتخبوا رئيس جمهورية في الواقع هذا الشيء في كتار بيقولوا أنه بيمشي الحال لا ما بيمشي الحال بـ 24 رأس ما بيمشي الحال رئيس الجمهورية هو المشرف الأكبر على عمل المؤسسات تفضل يمبرح استقال مثلا وزير بده أمضى رئيس الجمهورية بدك تمضي 24 في استحالي حتى إصدار مرسوم لعمل حق واحد بده يستقيل من وزارته ولازم يفلع البيت يقعد بالبيت ويرتح ممنوع عليه يستقيل حتى حتى إذا استقال لا ما فيه بده مين يقيله بده مرسوم استقالي رئيس جمهورية مش موجود فإذن لازم يبلشوا برئاسة الجمهورية بانتخاب رئيس جمهورية وبعدها كل الأمور بتلحق بعضها هني بيستخفوا مرات بيقولوا لا ما بيمشي الحال لأنه رئيس الجمهورية هو رئيس كل المؤسسات وهو لكل اللبنانيين صحيح أنه ماروني بس مش للموير نباس نعم لكل اللبنانيين وبعدين فيه أمور كتير بدها حل فيه أمور كتير بدها دفع إلى الأمام رئيس جمهورية هو مثل الموارد اللي بيعير اللي بيعير مثل سائق السيارة بيدعس بنزين أو بيدرب فريم أو آخره بقى غياب رئيس الجمهورية هو عامل كبير بزيادة هذا التشردم في الوضع الإداري بالبلد طالما اخترنا أن نبدأ بقصة رئاسة الجمهورية الأبرز بهالموضوع واللي كل اليوم الصحف عنونت عليه مقاله الوزير وقام وهاب من الرابية بعد ملتقى العماد عون جريدة الديار اعتبرت كلامه بمثابة رسالة لأنه قال أؤكد للرئيس الحريري من الرابية بأنه العماد عون يملك الآن مفتاحين وليس مفتاحا واحدا إلى تحليل تحليل أو رسالة يراد إيصالة تقليل شغلي رسائل اللي عبتجي من حزب الله سيد نصر الله بيطلع كل أسبوع في أولى وبعتقد تطلع قوية منه بتسوى يعني بمستوى معين دي من بدو يكلفه بكذا كذا مور من هالشكل أو بدو يقول بس أنه هيدا أنا بعتبر تحليل من وقام وهاب بعد زيارته لجنرال بدو يطلع بشي أنه أكيد سيد نصر الله قال أنه نحن مرشحنا بس عطاه وكيلي أنه يجيب سعد حريري رئيس حكومي جنرال عون وقت اللي راح لعند زار رئيس الحريري وانويتكت دابل ويتكت راح فيها لعند السعاد الحريري على باريس أعلن أنه قال يعني طلعت بالصحف وانقالت أنه هو بدو يجي رئيس ودولت الرئيس السعاد الحريري بدو يجي رئيس رئيس حكومي ما في شي جديد ما في شي جديد حتى لو قال أنه معه تفويد لا 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 ما أنه مصدر يعني ما احترامي إلو للوزير وهاب الوزير السابق وهاب ما أنه يعني ما قال بي ما قال منينو كيف حتى بال يعني خلاص أنا بعتقد يعني لشتا ندخل بجدل في بعتقد أنه هذا تحليل نعم والتحليل مثل ما أنا هيك فهمته وما رح نعطيه أكثر يعني من الوقت بس كمان في مقالات اليوم عادة التكرار يعني ما حل له إذا بدأ نقول وزير وهاب وفي أنصه مثلا بالأخبار بيقول بالنسبة لحزب الله وبما يتعلق برئاسة الجمهورية عنوان الحل معروف الرابي ولا تراجع عن الالتزام الذي كتع للعماد عون بأي حال من الأحوال في تحليل تاني بتقول إنه كمان حتى لو طلب يعني لا لا حزب الله إنه ينزل على مجلس النواب ويأمن انتخاب مش إلعون مش أهون بدل الحكي كيف بدوا يأمن انتخاب مع المنعون إذا الوزير الفرنجية أكيد بالبوانتاج لأصوات ما الوزير الفرنجية العين التاني ما تنينهم من نفس الفئة أو تنينهم حزب الله على علاقة جيدة منهم اللي بيقرر حزب الله إنه بدوا هو مش إلعون بينزل وينتخب مش إلعون حتى لو ترشع سليمين فرنجية اللي بيطلع يطلع ما تنينهم ما تنينهم من نفس الفئة ليش عم نميز يعني أكيد كل الأشخاص مختلفين ما في شخصين مثل بعضهم بس تنينهم من نفس من ثماني قدار واتنينهم مرتبطين ارتباط وثيء بحزب الله وببشار الأسل وبسوريا وبإيران يعني من نفس المحور فإذا عشو الخلاف ليش خايفين ليش بتقديرك حزب الله ما بده هلأ رأيتش لأنه وأي رئيس شمهورية بده يجي بده يعرقله المسيرة بالشكل اليوم في هدوء أنا خبرتك بالماضي يمكن حكيت قصة أنا اسألت كنت بالمجلس كنت بعني قائد لواء واسألت الجنرال طرنوس ليش ما بتعين مفتش عام على قليله لا يساعد للوزارة يخليني عينه مفتش عام قالي لك الحرب لا مفتش أحر وانا من الحرب مفتش بقى الروحة على سوريا ديجا صار في مشكلة مع الرئيس سليمين مع حزب الله لأنه الرئيس سليمين ما كان هو يعني من صاحب القرار بأنه يروح حزب الله أو مشارك باتخاذ الطرح ما حال دون أنه يذهب حزب الله يعني هون في حكي دولة الرئيس هلأ عندما كان الرئيس حزب الله ما رح يوقف عند رأي هلأ فإذن هون في مشكلة مستعصية بفضل ما يكون في رئيس ويعمل مشكلة معه بالناقص مشكلة لحزب الله إذا بدك يعني بدك تبحثي بمحور تاني الوضع بالسورية ما أنه كتير جيد يعني بالنسبة ل سورية مع حزب الله لأنه عندهم برح رأي عدة قتلة في محل معين بحلب أكتر من عشرين أتيل والصماء سوئيه وبعدين الخلاف الخلاف مع النظام السوري لا مش أول مرة ما اختلفوا بدمشق بالزباداني يمكن أن السيدة زينة بوقت اللي هونيكي صار في مشكلة كبيرة بينهم وبين الجيش السوري وبتعرفي بجيوش عادة اللي بيكون فيه جيشين مختلفين ولو كانوا متعونين بيوصلوا للمراحل بيصير فيه قصة مصالح تضارب مصالح بالنصر أو بالربح أو بالاخسارة وبعدين بيصير فيه مشاكل خصوصا بالوضع اللي هو فيه هو من لبنان بس إذا خف خف الغطاء الإيراني بسوريا حكما الخلاف بد يقع بين النظام وبين حزب الله والعودي أفضل يعني العودي بوقت يعني العودي بوقت يكون ربحان الواحد أهون بالوضع اللي هو فيه أفضل بكتير ما أنه يكون فيه مشكلة وفيها خسيرة كبيرة والعودي ساعتها بتكون مش لمصلحة حزب الله هل العودي بيد حزب الله دولة الرئيسة؟ أنا عطيتك هل من مصلحة إيران أن تسحب هذه الورقة من التفاول؟ ما بتعرف في إيران إيران لها مصالح كبيرة في سوريا صالح بقلب أمريكا بتتذكر المفاوضات اللي صارت مشان استعادة الأموال المحجوزة للإيرانيين والفق عنها والحديث عن النووي مع إيران كمان وسمحوا لهم باستعمال الإشياء الإشياء الصناعية الذرية كان لها كتير أهمية بإيران وتنازلت عن إشياء كتير حتى وصلت لها حتى مشوا فيها وهلأ ما بتعرف في مصالح الدول دايما بيطلع منها كتير إشياء مفاجأة على كل حال نحنا نحنا منقول أنا من الأشخاص اللي بيقولوا متى ما كان جارك بخير أنت بخير وأنا حزب الله والشيعة أنا معتبرتهم وسؤلت بالزمان من قبل الأمريكيين مرة إنه إذا كان شو كذا بالنسبة لحزب الله قلت له هذا حزب لبناني بمثل كان بعده مش رأي على سوريا بمثل ثلث اللبنانيين يقاوم إسرائيل في لبنان فإذا ما بقدر أن أكون إلا معه وحتى اللي كانوا ضده سندوا وقت اللي هجمت إسرائيل على لبنان وقدموا العون للشيعة اليوم مختلف على الوضع ما بتعرفي بيرجع ملأ مختلف بس بيرجع بيتطور بنفس الشيء نحنا منفضل لحزب الله كفئة لبنانية إنه يظل بخير ويرجع على لبنان ويأمن الدفاع عن لبنان من لبنان متل ما أنا ترحت له وقت اللي من راح على سوريا كنت متمنى إنه يعملوا الحجز على الحدود حتى يمنعوا اللبنانيين يروحوا على سوريا ويمنعوا السوريين يجوا على لبنان تخفيفا عن لبنان وحفاظا على لبنان وهون كل الناس بتكون ممنوني وكل الناس بتضل بخير عكل حال هلأ وصلنا لهون صار مير كم سنة إن شاء الله تمتي القصة على خير وما طول أكتر سنوات أخرى لأنه كمان عبي جر عنها مشاكل سترح يصير فينا منها مشكلة اللبنان والمهجر نعم أنا بدي أوصل هل بتعتبر المشكلة مع المصارف هي محق اختبار لحزب الله اليوم يعني بلبنانيته أو باستقللية قراره أو بسلوكه بشكل عام هيدا عن جد هيدا الموضوع أول شيء صار بإيد القضاء تمحكي بصورة إذا بدك حقوقية نحنا مفروض إنه ما نعود نعلق نترك الأمر إلى القضاء هلأ هو بس يطلع بس لحد هلأ سارمير عشر تيام وأكتر يمكن وما طلع عن القضاء أو عن المعلومات شيء رسمي رسمي بقول لماذا بس إذا بدك تحللي الموضوع كمان بالمقابل ما طلع ولا خلاف بين لبنان والمهجر مع فئة معينة إنه مديني منه مصاري أو إلو عند الناس مصاري أو إلو معامة اللي مش مزبوطة أو 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 مع إحدى الشركات الكبرى أو مع إحدى الأحزاب الأخرى ما في إلا المشكلة الوحيدة اللي بالساحة هي مشكلة القانون اللي فرضته الولايات المتحدة على مصرف لبنان حتى يطبقوا مع المصارف وطبقوا لبنان والمهجر كما غيروا كمان طبقوا نتج عنه هالفعل هيدا يعني فيه فيه قرار بالمطلع عم نحكي قرار بإنه منع المصارف وبعده صار فيه هالحادث هيدا وهيدا الحادث يعني نحن العالم منقول الحمد لله ما راحش قتله لأنه معودين أنه نحن بكل انفجار يروح له عشرين ثلاثين قتيل مزبوط الحمد لله بس هدم بناي هز الاقتصاد اللبناني هز المصارف اللبناني لأنه ركيزة اقتصاد لبنان هي المصارف لمن بتهزي المصارف مثل هيدا مش إنه بس إنه الحيطان إنه لإزاز كله هر نعم ما فيه كل المصارف الأخرى عبتهر صارت يعني بتخاف معنويا معنويا دولت الرئيس بالتيار المستقل عملته اجتماع بعد حصول هالتفجير وأصدرت وبيان اعتبرته هالتفجير رسالة بالجو يلي صارت فيه هذه الجريمة المكشوفة شو أصادت بأنه الجو اللي صارت هذا الجو اللي عم نحكي فيه رسالة من من رسالة من هوني ما بتعرفي بالأحزاب الكبرى أو بجوز يعني فيه ممكن تكون فئة معينة عملت هالشي بس أنا بات عمل مثل هذا وبعده هذا كله في التصور نعم أنا كرجل عسكري بقدر بقلك إنه عمل مثل هذا مش ممكن يصير من شخص عادي يقدم على تفجير أو واحد له مليون ليرة أو مليون دولار بلبنان والمهجر وإذا صار فيه مشكلة عليها إنه يفجر المصرف يفش خلقه يفش خلقه به بشكل مثل هذا وإذا عرفوا بده يعني بيكون عدم يعني عدم حاله بعتقد حركات مثل هاي لازم يكون فيه وراها جهات مسؤولة جهات كبيرة ولو مش عطيه الأمر بس بيكون هالأشخاص ها عندهم صلاحيات إنه يقوموا بأعمال يمكن تكون مشابهة أو على غير شكل ما بعرف هاي دي قصة بتمنى أنا إنه التحقيق اللي تكلفوا فيه نرجع للتحقيق لأنه صار بده يصير اتهام نظري وما فيه إثبتات يعني أنا هذا تحليل من باب التحليل ما فيك تتهمي لا حزب الله ولا غير حزب إلا يطلع من التحقيق صمت الحزب إله تفسير أكيد إله تفسير إله تفسير إله تفسير إله تفسير يا إنه نحنا مش معنيين بالموضوع هيدا حقوقت ما بتكون مهالحالة شو بيكون مهالحالة بتشوفي ما بي اللي بيوقف الصمت هو اللي بيطلع عن الهيئة عن المحكمة عن القضاء عن المحاققين عن الشهود عن الاثبتات إذا ما فيه اثبتات بتروح وقل يعني يا نحنا مش معنيين يا صمت وسببه بس بديك تشوفي أنا بيقولك شو اللي بيعطي شو اللي بيبين الشي إذا أميركا هلأ هلأ صار فيه تنازل من مصرف لبنان بدرجة كمان بديك ترجع إلى شي تاني إنه سمحوا لمستشفى الرسول الأعظم باعتقد اللي تابع إنه يكفح سبيته كالعادي مثل ما كان قبل هايدي هايدي معناته إنه إنه فيه سبب كان هيدا سبب أنا أقول يعني إذا بديك تقدي شو فيه أسباب إنه منع المصارف من التعامل مع ناس مرتبتين بحزب الله يمكن يكون إنه لاش تنازلوا عن هاي هلأ مصرف لبنان لقضية إنسانية حاكم مصرف لبنان تنازل ما في شك قضية إنسانية ومحققة إنه معلش يعني هيدا مستشفى عبي طبب ناس إنساني بيجيبوله مكان مصاري حتى يضل ماشي هلأ عملك هاي دي من الإشياء اللي بتضل بتوضح الصورة شو هلأ يمكن تطلع الصورة غير شكل بكرة يمكن واحد يطلع يقول أنا عملتها مفاجئة ومفاجئة والتحقيق يبين شخصية أخرى يعني كل التحليلات شبهت هالقصة مع أنه لا تقارم بها بجريمة اغتيال الرئيس الحريري أنه كانت بداية لمرحلة جديدة أو حتى بلحظة صدور القرار 15-59 رح نتوسع بهذه الفكرة وبالمواضيع الأخرى بعد ما نتوقف مع أول فاصل لحظات ونعود نعود لمتابعة هذه الحلقة مع دورة رئيس اللواء عسام أبو جمرة كنا عم نحكي قبل البريك عن أنون العقوبات الأمريكية على المصارف أو على حزب الله بشكل أداق إبراهيم الأمين اليوم بجريدة الأخبار بيقول سبب صمت حزب الله باختصار لأنه يعتقد أنه لا يعتقد بالأحرى أنه معني بالأمر لا من قريب ولا من بعيد بتابع ما قاله بيقول إذا كان الغرب عم بفكر أنه الأزمة الاقتصادية رح تسبب انهيار الدولة ومؤسساتها فحزب الله هو القوة الوحيدة التي تملك المقدرات الأمنية والعسكرية للإمساك بمناطق كبيرة من لبنان ونفوذه بظل تحالفاته القائمة سيتمدد ليشمل غالبية لبنان شو بيعني هذا الكلام؟ ده كلام غير مسؤول حتى حزب الله ما بيقوله يعني بيعطي أدي سيد نصر الله ما بيقوله بطياته فيه لسائل معينة؟ بيعرف السيد نصر الله أنه صار عنده سلاح وعنده وعنده بس فيه أمم المتحدة فيه استقلال بلد فيه حكومي فيه دولي فيه مسؤولين عنها وحزب الله لحد اليوم بعده مشارك في الحكومة ويعمل من يعني تحت رطاء هالها الدولة اللبنانية هلأ صحيح راح على سوريا وبالأول فات لحماية القرى حتى شوفي بس بديه دوله لذهن تبعه للاستاذ أمين أنه اللي من راح أول مرة قال أنه هو بده يدافع عن اللبنانيين الموجودين ضمن حدود القرى اللبناني في سوريا وبعده حلت ضمن هالغطاء هيدا وبده يدافع عن لبنان ضداش هيدا ما ينسيها أسر كتير هيدا من الأسباب المبررة لما يقوم به حزب الله من حرب خلال أربعة سنين خمسة سنين صار له هالقصة هيدا بات قد أنا الفلسطينية حاولوا بالماضي ياسر عرفات بس بدي يجاوبوا وجيش السوري كان في لبنان إجا وكمان ما قدري يضل بسيطر على لبنان وفي لبنان لفترة طويلة أخيرا الأمم المتحدة والدول الكبرى دخلت وأعادوا لبنان إلى لبنان استقلاله استقلال لبنان منه مزحة استقلال لبنان يعني يعني استقرار في الدول العربية كلها حتى إيران والسعودية والكل هني لبنان اللي ما بيعرف خلي يعرف لما بده يكتب الواحد إشي مثل هاي يعد للعشرة ويعرف شو عبي يكتب لأنه كتابات مثل هاي ما عليش محترامي إلو للاستاذ أمي أنا باعتقد أنه حزب الله ما بيقبل فيها بقول بنفس المقال أنه ثمة من يحتاج لكرس أذني وليس يدوه لكي يفهم أنه لا يمكن إدخال البلاد بجنون تجربة ثانية كاللتي تلت اغتيال رفيق الحريري هذا سؤال اللي قلت لك يعني عم بتمتش به ما جرى اليوم مع لبنان والمهجر وقصة الأنون بما جرى كمان وقت الأرار أنا بدي أسأل لكان أولى في من يحتاج إلى قرس أذنه لبنان المصارف في لبنان في قضية المصارف هي عام المنفذ يعني مثل عسكرية عم ينفذ أمر رئيسه نعم روح هي بالرئيس إنت إذا فيك مين عطى الأمر يا أستاذ أمين منين إجا الأمر من أمريكا روح هي حاسب أمريكا أنه بتجي للي عبينفذ أمر بتجي بدك طيب إذا ما نفذ الأمر بده يكلها عقوبة وإذا نفذ الأمر بده يكلها عقوبة مثل القرار 1559 هيك عم بيقوله يعني أنه اليوم أمريكا هي وقفت وراء القرار 1559 وهي اليوم تقف وراء هذا القرار بالأساس الأمريكين طلعوا انسحاب سوريا من لبنان بس طلع قرار عن مجلس النواب وقته راح الجنرال عون على أمريكا وطلعوا قرار انسحاب سوريا ومحاسبتها زيدة لا يكلمت محاسبتها وأخذ شغل بعد لأنه الأمريكين كانت مش قادري كانت تعمل جبهة بسوريا وترجع تعمل جبهة بلبنان وعسكرية ولا عندها مصلحة كانت تعملها طلبوا من شراك طلب من رئيس جمهورية فرنسا شراك انه هو هو اللي حرك موضوع قرار الأمم المتحدة من فرنسا وقدموا الطلب انه الأمم المتحدة تطلب من سوريا تترك لبنان وطلع القرار 1559 قرار كان قرار سلمي ما كانش قرار عسكري ولا ميوسيق حتى إلى سوريا تصوري انتي لو صارت المشاكل والجيش السوري بعده بلبنان وكان صار ما بعرف يمكن ما كانوا يقدر يوصلوا على سوريا يمكن كانت انتهت القضية السورية بشكل أسرع بيد الثوار ويمكن كان صار فيه بلبنان تحولات أخرى ما حدا بريده بظل هالمشهد المتعلق بموضوع المصارف بتقول جريدة السفير اليوم انه العنصر الاكثر تبديدا لبعض المخاوف من مخاطر انهيار مالي او من ضغط مستقبلي على الليرة هو الاهتمام المتزايد بملف النفط والغاز بلبنان لذلك بتشوف السفير ان الحوار المباشر والصريح بين الرئيس بريو العماد عون اصبح من الاهمية بمكان بحيث لا يجوز تأجيله يوما نظرا للتداعيات التي لم تعد تقتصر على هذا الملف بوحده يعني الحوار من اجل ماذا حماية للنفط وللمصارف انا ب13 شهر يعني من جمعة تناعين كتبت يعني بالبيان تبعنا انه نحن بحاجة بدلا من التفجيرات في لبنان للعب يفجروا مينما كان انا اللعب مينما كان والإيثاءة الى ركيزهم هي لنا المصارف في لبنان نحن بحاجة اولا الى انتخاب رئيس جمهورية تانيا انتخاب مجلس نوبي قانون انتخاب تننتخب مجلس نوبي تالتا نستفيد من النفط تالتا مش هلا نبلش بالنفط النفط بد يكون فيه له راعي مسؤول هو رئيس الجمهورية لحاله مش بين حانا ومانا لماذا حصروا بين الرئيس الجمهورية؟ بد يكون فيه رئيس جمهورية هو من يشرف على توزيع الابار والتنظيم الشركات والاشتراك بكل المؤناصات لانه شغلة خطرة كتير فيها ارباح اذا بنا نسمي من الباب التجاري لانه اي مناقصة بيدخل فيها واحد بده يربح يعني مثل كل الناس بس لبنان هو لازم يكون الرابح الاكبر ويستفيد من اكبر كمية ممكنة من انتاج النفط عم يقولوا انه ما في رئيس لفترة طويلة هل بده يع لبنان هذه الفرشة؟ اذا ما في خلي يضل ما في ناف يعني نحنا نحنا عم نقول ما بيضيع النفط لا ما بيضيع يستفلوا ما هايدي اللي عبيقول ما نفسه اللي عبيقول انه هلأ اللي عبيقول ما هو بيقدر يساعد على الاستقرار والانتخاب شرفوا ينزلوا على يقلوا ان النواب نزلوا على مجلس النواب وانتخبوا رئيس جمهورية حتى يسهل كل الامور الباقي اليوم اتي عمي استقالة وزير مش عبيق واحد بده يستيل بده يدرك الوزارة بده قرار استقالها ما بيطلع ما عندش فيه يعني انه تصوري هايدي من الامور الاساسية المهمة الوزير هو ركن في الدولة هو رئيس مؤسسي اداريا هو مشارك في القرار السياسي هو عنصر هام في الدولة اللبنانية ما حدا بيقدر يبط بأمره إلا تيكون فيه رئي جمهورية و24 وزير مستحيل انه يقدروا يتفقوا على دولة الرئيس اي قوة عم يتمتع فيها العماد عون اليوم تجعله هو بمحل معين مواقف بكلها يعني بكل مشكلة فيه غير العماد عون وفيه غير العماد عون عنده الذات الامكانية وعنده عنده 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 امكانية انه يديروا البلد هو ما بيقدر العماد عون مش ممكن أنا بدي أليك شغلي أنا رح جايه بيكو عن جد أنا من شيء ما نكرر لو انه مقلمز العماد عون انتي بعدك عب تقولي هلا إذا كان قاله حزب الله بندك تروح على أميركا وتعمل كذا أو بدك توقف ضد القرار فيما يوقف طيب نحنا عم نقول بنا رئيس وإلا بيتركوه إذا تركوه سرغي نخرب البلد نحنا بهالمرحلة هاي دي بنا رئيس مستقل من خارج 8 و 14 يعني ما يكون على تناقض أو على شد لحبال يشارك بشد لحبال من ميلي مهما كان الزرف بيقدر يوقف بالنص إذا ما كان هايك لن يستطيع أن يدير البلد لفترة طويلة عن جد هيدا بصورة عامة من شين تقريب هيدا السبب الأساسي الأساسي شو بدك بالإشية الخاصة أنا مع ما الذي يبقى تتكرر ما أعطي شبك رئيس رأيي مبني على واقع وعلى معرفة ومعرفة الأشخاص ومعرفة واقع ومشاركتي بالسياسي وبالحكم وبالحكومة من كذا وقت وحتى بالمؤسسات رئيس الجمهورية يا سترولة ما بيقدر يكون حزبي من مال إلا إلا أنا بقلي إلا إذا وصل يكون عنده 65 نايم بينزل برتيح بينتخبه وبيطلع وبيدير البلد 65 يعني نصفي بنظام الحزبين حزب يعني مثل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بأمريكا مثل الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري بفرنسا بيجي الرئيس بيجي نتيجة انتخابات نيابية أعطته الأكترية في حزبان إذا وصلنا لمرحلة دولة الحزبان ساعتها هو حزبه بيدافع عنه 64 نايم بيكفلوه طيب الرئيس اللي عم تحكي عنه دولتر رئيس وين الوجدان المسيحي منه يعني المسيحيون أجمعه رئيس قال لك سؤال اسمحيلي شو ما حدا يدعي المسيحي أكتر من أي مسيحي آخر حتى الشيوعي اللي يمكن مفروض فيه يكون بعيد عن الديانات ما تتصوري فيه إشي ما بيقدر يتنازل عن هالواحد بحياته شو ما تتتت بس مع أكترية المسيحيين أجمعوا على العماد عون ليش بده يخبطوا مرة جديدة ينزل على مجلس إنه ما بينتخط طيب إنه شو هالجدل بيزنطي البلطعمي أنا ليش بديضل جدل بموضوع لشو هالجدل اللي قابلهم سنتين معناته مش بييده لو بييده لو إنه قادر إنتي عاب تقولي عنده الأكترية لو إنه قادرك إن نزل على المجلس أنا بتحدي ماذا عندوش أكترية يشرف ينزل على المجلس يقولون ما بديش يقولي هو بدي هو هو إذا بيتürه دي خليه هو يقول خلاص هوا عاب تقولي إنتي هو اللي مرشع الأقوى والأعظم والأكبر يتبر ينزل على المجلس بمسل أكترية المسيحي ينزل على المجلس يرضي أكترية نص الإسلام مع اكترية المسيحية بجيب 64 سنة بالاخر يجتمع 86 وبعداني بيبقى عنا التلت النص الموضوع يعني عن جد انا مش عاد انفعل بس انا تقلق شغلي الجدل بها الموضوع هي صفة جدل بيزنطي بس الاخذ والرد وبالكتابة وبالصحف والاخر يا اما هو رجل عظيم وعنده اكترية يشرف ينزل ع مجلس النواب ويقنع العناصر البقية حتى تنزل معه ع السكت ما حدا رح يطلع لعنده يقول له انا بديك ويضرب سلام قبل كل شي بحقه يجمع نواب العدد الكافي وينزل هو يون ع مجلس النواب وينتخبه غصبا عن اللي ما بده ما حدا قال ما بده بس هو يعتبر في كتير ناس عبتقول ما بده في كتير ناس هو يعتبر الكرة فقط وحصريا بملعب الرئيس سعد الحريري ويحمل يقنع سعد الحريري راحنا عن سعد الحريري يختي راحنا عن سعد الحريري ع فرنسا وما قدر يقنع خب شو بنعمل هلأ بس يقدر يقنع هلأ يوم وهاب عبيقول انه نحن عطيني للحريري كذا ما بعرف شو يعني انه في بنوعده برئيسة الحكومة وميشيل عون هو معه المفتاح طب عبي سمع يعني هك يقنع اذا اقتنع السكت بس هايدي شغلات بتصير اذا بده يقنع بينه مش على الهواء مش على الاعلام مش بالهواء بتقد القصة كلها بمسألة السلة يعني بالعودة لما قالت وفي أنسو بقول لا يزال العرض قائم السلة أمامكم الطريقة الوحيدة اللي حملها اسمها انتخاب عون رئيسا يعني باقي أركان السلة ما نعرضي الحلقة على قاله يعني أنا محاوضي صحفي لا محاوضي أوسات أوسات قريبة من فريق ثماني عدار خليهم هن يحكوا بيقدروا يحكوا يعني أنا بدي أقلك شغلي هايدا كاتب هايدا كاتب هايدا كاتب في قصة السلة قصة السلة هي هي المشكلة القانون الانتخاب رئاسة مجلس الوزراء حكمها البيانة الوزارية ما هايدا السلة إذا كلهم ها والبترول وهي وهي ما معناته بنيتحلي كل قصة لبنان قبل الرئيس الجيجي قبل البيضة ولا البيضة قبل الجيجي نحن بنى الرئيس تيشارك بها نحن بنى الرئيس تيجزم بقانون الانتخاب ويكون مسؤول بنى الرئيس تيحل قصة قانون المصارف بنى الرئيس تيقدر يدير البلد بنى الرئيس تيقدر يوفق بين 8 و 14 قدر الإمكان تيدير البلد تيخلصها من الأزمات بهالمرحلة بنى الرئيس حتى نبطل نعمل مقالات يعني ونضيع وقت الناس بإشياء مش مش مفيدة أنا عم بقلك انتخاب رئيس جمهورية وجود رئيس جمهورية هالشخص اللي بده يكون متزن ومدرك ومش مش بخلفيته فئة معينة من هاللبنانيين يعني لأنه مناش ننقسم هيدا بيقدر يحديها السنتان تنكون تنحلت القصة بسوريا ويكون نحن عنا بلبنان ما تفعلت عنا قصة تامية هون بتشي قصة عرض لمبادرة السنتان ياللي هلأ يبدو أنه فشلت مش أنا عبقول سنتان يعني ماليش تضح الأزمة بسوريا كيف رح تكون أو رح تروح ما رح يستقرق الوضع بلبنان سياسيا من أجل ذلك أنت كنت تؤيد أنه تكون في مبادرة رئيس السنتان أنا لا أنا بفضل أنه ما يجي لسنتان لأنه بصير تصرفه محدود بالسنتان يعني ما بيكون عم يعمل كأنه يعمل كمان هيكون رئيس لولاية كاملة لولاية كاملة لكن الاستقرار بالذهن مهم جدا يعني اللي بيعرف حاله وجاي على سنتان ما بتلحق تبلش طي يخلصه يعني وبعدها بيقلك زي حتعني ويخلص بينما ست سنين بده يتحمل نتائج القرارات اللي بيخدها وبده يعالج ما يحدث من القرارات خلال السنوات الباقي من بين الأمور العالقة قصة قانون الانتخاب اجتماع وراء اجتماع ولجنة وراء لجنة برأيك نحن بعضنا بالمربع الأول أو حتى قبله وليش أنا شايف أنه قانون الانتخاب وإذا رأيي منش من اليوم من وقت اللي من عملت اللجنة من ممثلين للأحزاب الثلاثة أربعة أنا قلت مثل واحد بيحط جبني قدام الثلاثة بسينات سوري من التشبيه بيتختلفوا على مين بيخبطوا بعضهم بجرحوا بعضهم قبل ما تطلع وما بيطلع لهم شي بتروح القصة سوري من التشبيه بس أنا بدي يقول إنه هيدا القانون الانتخاب مبارح تطلع واحد لا قانون فؤاد بطرس الرئيس مكاري وقته على التليفزيون قال إنه بمقابلة إنه يمكن نكفي قانون فؤاد بطرس أنا بعتقد قانون فؤاد بطرس نبحث واتاخذ منه وما اتخذ مثلا قانون النسبي والمختلط هذا المختلط المختلط منه مزبوط أنا وياك ينويب ليش أنت بديك تطلعي بالنسبة وأنا بدي أطلع بالأكتري تمييز يعني على إياس على إياس ديمقراطية لا وين ديمقراطية ديمقراطية أقل شي أقل شي إنه يكونوا النواب كلهم طلعين مثل بعضهم من نفس ناد للناد ناد للناد ما أنه تجي أنا طلعت بالنسبة إرا أنت طلعت بالنسبة على جنب طيب كيف هاي شغلها شغلي مش أنا شخصيا أنا مع القانون الدائرة الفردية والدائرة الفردية معتمد بإنجليترا وبفرنسا وبأمريكا وبالبلاد كلها وبلاد الأحزاب الكبرى وإن شاء الله بيصير عنا أحزاب كبرى ومنخلص من الأحزاب الصغيرة حتى تتضبضب كل الأمور ويصير في عنا الاستحاء البلدي ومنتهت إليه الانتخابات البلدية خلت كل الفرقاء يعيدوا حساباتهم رح نحكي أكتر بعد ما نتوقف مع تاني فاصل ورح أقرأ معك قدر الإمكان مع أنه مرأ وقت نتائج الانتخابات البلدية هيك بخطوط عريضة لحظات ونعود نعود لمتابعة القسم الثالث والأخير من كلام بيروت اليوم مع دولت رئيس اللواء عسام أبو جمرة إذن مع أنه مرأ أكتر من أسبوع على انتهاء الاستحاء البلدي ولكن الكراءات بعدها متتالية اليوم في قراءة على يعني سعيد المسيحي بتقول أنه تفاهم القوات والتيار تشزى ومن المفترض العمل على إعادة تقييم داخل التيار الذي لم يكن على قلب واحد وأيضا لم يكن هناك معيار واحد للتحالفات والتنامي اللي كان متوقع أنه يكتسح الساحة المسيحية لم يكن كذلك قرأتك للاستحاء البلدي سألتني سؤال قبل بحلقة من الحلقات عندك هون عند الوفاء التيار والقوات أنا فعلا قلت وقتها وما بعرف إذا عندك أو عند غيرك بس أكيد قلتها على الهواء أنه عند أول تضارب مصالح سيعود الشقاق بيظهر أكتر من الأول أنا بتمنى التنافس وقلتها وقتها أنه بين الأحزاب بلبنان أتمنى أنه مش تتحد أنه يصير يبقى التنافس بينها دون خلاف ودون حرب وهلأ بعدني بأكد هالشيه هلأ بالانتخابات البلدية أنا يعني لأكتر شيء لحظني أنه حزب الكتيب مثلا وين راح اتحد لا قبل يمشي مع التياروين بجونة بالمركز اللي فيه محق لي مرونة شو ما قلت فيه خصوم يعني فيه خصومي أو تنافس السياسي مثل ما منقول تنافس السياسي بين التيار والكتيب صح وفيه تضارب مصالح بالانتخابات النيابية بذات المنطقة أكيد أنا ككتيب اللي مصلحة ما ينجح الجنرال بجونة فإذا شو المعيار لاش راح ايد ما بعرف هلأ أبقلك راح أيدوا هون واختلفوا إياه بسن الفيل بعدين أكتر الأحرار راحوا أيدوا هون وأكلوها وين أكلوها بدل الأمل يعني هاي دي لسون هاي دي درس هاي دي درس المواقف تغيير المواقف لازم يكون مدروس وما يستخف الواحد يمكن أنه بيقولوا يمكن أنه بيقولوا بيتفقوا يمكن يكون في محلات يقدروا يوزعوا الحصص بالنواب محل ما بيتفقوا بشكل يرضي الفريقين بيمشي الحال إذا اختلفوا على نايب بمحل خلص بتفرض بمنطقة بدوا يصير فيه معركة بين الحزبات والمعركة تجر معركة ما بتجر وفاق لأنه الأفضل أنه يكونوا نزلين كل واحد يقبع شوكوا بإيده بعدها النفوس مش صافية مش قصة نفوق يعني بس يصير فيه مشكلة المشكلة مشكلة سياسية مشكلة انتخابية بتخلق مشكلة سياسية بتخلق خلاف يعني معنى ما بتمرق بسهولة يعني بالانتخابات البلدية وقت اللي بيشلحوا ما تفكري أنه بيهضمها الواحد طيب التعينات دولت الرئيس يعني هلأ في مشكلة تعينات في مشكلة انتهاء سن تقاء وصولة سن تقاء تبديد قصة أمن الدولة مع من خلط العسكري بالسياسة بهالمجال وهنا شو الدرس على السلك العسكري ومقسري أنا مقسري مبارح أنا سيقبت كنت باحتفال وكان حد مني زابط من اللي عنده نحظ أنه يصيروا أنه يترشحوا لا يتجاج بده يترشح بده يطالع على التقاعد بعد ثلاثة شهر يعني مثلا عبعطي مثل هيدا الزابط لو صار الأرار يعني بوجود رئيس جمهورية وعين قائد جيش كان عنده فرصة كان عنده فرصة هلأ طارت الفرصة شو بديك تقليله وشو هيدا البلد في شيء كتير فرص قديم ناس بتضيع وفي ناس فرص ما في شك يمكن وجودها مفيد بس ما بتعرفي إذا بتجمع بديك تجمع قديش في مفيد وقديش في مدر وتعملي حساب حسابات زي الناس مقارنة بين اتنين طيب أنا بقى تقيد بقى تقيد الحل هو تطبيق القانون والمؤسسي اللي دي لا تنتج بديل معناتها فاشلي أنا بدي أقلك يعني بعلم المؤسسات نعم اللي بيطلع واحد بيكون رئيس مؤسسي وبيختم فيها خمس ست سنين رئيسها حكماً لازم يفكر إنه بكرة بده يفل لازم يكون حد منه واحد اتنين تاتي على القليل خرج إنه يحلوا محلوا بس الظروف أقوى يعني من رغبة هذا الشخص بإنه يفل لا ما فيش مش الظروف هالرغبة الرغبة بالبقاء مرات بتغلب على البيئة بس وقت اللي بدي يفل للواحد وقت اللي بيعرف إنه هو بيقوله أنا خلص رايح حكماً بينواجد البديل بقصة أمن الدولة ليش عم تاخد هذا البعد المذهبة المسألة مؤسف مؤسف أنا تحسابت للسؤال هذا وجبت ما بعرف بعينه مدير عام هو المسؤول عن 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 مليون شغلي وفي نايب له اللي من بيغيب بيحل محله طيب نايب اللي بيغيب بيحل محله ما بعرف ما لقيت في محل يلزم توقيع نايب الرئيس على المرسلات ما بعرف إذا بالتعليمات الداخلية أو في محل نزام تاني بس في مطلق الحالات القائد هو المسؤول والمعاون هو معاون والأمور اللي بيطلع عليها هو بيشارك بالمسؤولية ما في شك إذا متطلع عليها في إله حق يعترض وفي إله حق ما يعترض إذا ما اعترض بيكون مش الحال وإذا اعترض بيقفى من المسؤولية لشو كل هالمشاكل اللي عبتخلق عنا كتير مؤسسات هاي دي بس حقوق مؤسس يراح ليش بعده شعار غيرت الدين بيطغى كل المؤسسات مؤسس كنت تتصور دولت الرئيس أنه يوصل العام 2016 بعد كل الذي مررنا به في لبنان منذ الالفان وخمسة تحدينا حتى اليوم نرجع للسجال نفسه أنه هذا الشخص تابع لتلك الطائفة مؤسس أنا بالوئة بالوئة هاي دي حسينا فيها الفينومان هاي دا وقت لي تأزمت الحرب بلبنان وصار فيه وصلنا على درجة الانقسام كنت أنا بدورة بأميركا ودخلنا بجدال أيهما أقوى عند الإنسان الحس القومي الوطني أم الحس المذهبي شو تلع معكم بوقت بالآخر بالآخر المذهبي واليوم عم بتريق عم معيد نفسه عم بترجع عم بترجع عم بترجع على الساحة وعم بيرجع للحس المذهبي عم بيضغى على الحس الوطني عند بعض الناس هلأ مؤسف أنه في ناس كتير ما بيسألوا عن الحس المذهبي بس في ناس كتير كمان من تاني ما يليه بس ينحشروا بيغير تبدي وهنا اللي ما بيسأل عن الحس المذهبي بيكون على سعيد على حسابه على حساب شعبي أنا برأي أنا بميزاني خاطئ جدا العودة للسن المذهبي نحن بمبادئنا أنه الدين في الكنيسة وفي الجيمة وعلى الساحة اللبنانية في الجدارة والكفاءة والشاطر صحتين على قلبه وبعدين بس في كتير ناس وعب يعملوها بس يحسوا بيزركة بقى بنا نحص الحقوق يا المسيحية يا الإسلام يا الشيعة يا السنة حتى بتعرك يعني بس تصير هيك معناته صار في عنا عم نحن يعني الزعمة هوا دي اللي مسمين هني عم بيثيروا أنعرات لالتفاف الناس حاولون لغاية المحافظة على وجودهم مش حبا بالمذهب لأنه وقت اللي بيصير فيه خصومي بين المذهب بيخسر ناس كتير حتى بالحس المذهبي عم بتروح قصة ستجنة ومكبات النفاية في كتير وكل الأمور تعلق على في كتير خدي هلأ تجي بدك تعمل البترول بدك تنقي واحد من هون واحد من هون واحد من هون بدك تحكي كبير من هون بدك بير هون وبير هون بدك تحكي على زبالي بدك مكب هون ومكب هون وبدك هلأ وصلنا لمرحلة أنه المكب بمنطقة مسيحية ما بيقبل زبالة الإسلام وزبالة مكب عند الإسلام بيقبلوش كمان ما يمكن فيها كفر كمان لأنه بتعرفي بيطلع منها رويح شو بعرف كلها الوضع مسؤول عنه غياب رئيس جمهورية مش رئيس جمهورية رئيس جمهورية مش هو الغياب هو السبب بس رئيس جمهورية هو معدل هو مثقل للأمور بيعطيها صبغة توزيع للأصص بشكل عادل قدر الإمكان وبيحاول أنه يعدل قدر الإمكان من جنهاك بتخفي المشاكل الصغيرة اللي عم نحتي عنها وبيصحوا على حالهم شوي يعني هو النازم بهذه إذا هو منازم إذا بديك رح إختم إخد رأيك بتمنى أنه يعجلوا بانتخاب رئيس جمهورية وبتمنى أنه مين عم بتقولي عجل لكلهم لا كيف عم ينزل ايه لي مش عبينزلوا مش للي عبينزلوا أكيد مش للي عبينزلوا أنا أحسن قبل ما يموتوا قبل يصير في انتخاب رئيس جمهورية خلي يصير في انتخاب رئيس جمهورية ويشاركوا لأنه ما بتعرف في العمر مش بيقيد حدا طيب بس في عندك وضع محايا أسوأ الحالات يعني بيقول بيقول بيطول عمرهم كلهم وإن شاء الله يعيشوا مين سنة بس إنه إنه الواحد بحياته ينزل يشارك بالانتخاب إذا مش إله لغيره على القليل ما يكون هو عثرة في مسيرة بلد مصيبة إذا بيرجع على ضميره ما بعرف شو بيفكر إنه يكون هو عثرة في مسيرة بلد بأنه ما حدا يفكر حاله إنه رح يشيل البلد من البير ويحطه فوق إذا ما تعيونوا معه كل الناس ما بيقدر ما حدا ما حدا كنتوا بالعام 88 سوا دولت الرئيس معرف إنه يمكن هل ما بتحب ترجع بالذكرى لهديك الأيام بس بتشوف إنه العماد عون بتمسك كل يوم بالرئاسي بيشبه الموقف اللي كان فيه لا بالعكس ما بعرف شو صار وقتها أنا تفاجأت وقتها أنا تقلق شو صار بيني وبينه عن جد يعني معلش للذكرى عم بتسألي رح جاوبك وقت اللي راحوا ورجعوا على تي انتخبوا رئيس جمهوريون بدوا ان انتخبوا ميشيل سليمان كان قبل الجلسة تلفن اللي قال لي طلعا بال2008 اي بال200 لا انتخابية الرئيس جلسة انتخابية الرئيس سبعة 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 ولا تمانية تمانية بقى طلعنا لفوق بدوا جامع التيار تكتل هونيك قال لي انا ما مش راح مش راح شارك يا خيه مش راح ترشح فهمنا طب ليش ما بتشارك بالانتخابية قال لي بنا نشارك بالانتخابية قلتوا ليش ما بتترشح ايه ترشح ويطلع الرئيس سليمان وهك انت بتكون متري مو ادي عمل ترشح وطلع الحال وانت عندك 26 بس يامون جنرال اذا جمع تجيه اختلفت انت والرئيس بيقولوا انت كنت ضده ما كنت معه مش من يوم كنت معه صوتطله وبكرة بدك تقوس علي خد موقف خليك بنساجم مع نفسك انت راح تنزل تشارك اخذ الاكترية صحتين ع قلبه رئيس سليمان وانت بالمستقبل انت مرشح بتدلم بطلت هوني كسرت صانع الرؤسي وطلعت اللي انه هو صانع الرؤسي وبالواقع ما بده يكون صانع الرؤسي بالواقع السنة غير صار ما عاش بده صار بده رئيس عه صحتين على قلبه ينزل على المجلس وياخد 86 نايب من اول دورة او 65 من الثاني وصحتين على قلبه بعبد الناطرة ما عندش محل طلع وصل على مفرق بعبده بس ما كف لفاو يعني شو بنا نعمل قلصوا البنزينات قلصوا البنزينات دولة الرئيسة عزام عبو جامرة بدي اشكرك شكرا جزيلا اهلا وسهلا فيك بعنا اهلا وسهلا فيك يعني انا بيهرب من الحديث مع عن الجنرال وبنرجع من الوقات بس حاضرتك الرجل الاكثر بيقدر يعطيناه هيك لا بعرف شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا للمشاهدين وإلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا للمشاهدين شكرا جزيلا